فهدته الضفة الغربية المحتلة هو العام 2018 فلجرائم الاحتلال الصهيوني في العام الماضي احصائية بلغت ارقامها الالاف من الضحايا وكشفت عن تفاصيلها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المعروفة باسم ديوان المظالم قال ان القوات الصهيونية قتلت 312 فلسطينيا بينهم 57 طفلا وجرحت نحو 8300 فلسطيني وفيما يخص المعتقلين فقد اشار التقرير الى اعتقال 6489 شخصا بينهم 1063 طفلا في العام نفسه سجل عام 2018 اعلى نسبة شهداء منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في سنة 2014 حيث تم استهداف حياة وقتل 312 فلسطينيا في كل من ضف الغربي بما في القدس المحتلة وقطاع غزة بينهم 57 طفلا وجرح ما يقارب 8300 فلسطيني على يد قوات 6489 حالة اعتقال طالت 1063 طفل يعني بمعدل ثلاثة اطفال يتم اعتقالهم من قبل الاحتلال في اليوم ولم تفرق آلة القتل والاعتقالات الصهيونية بين طفل وامرأة او برلمانيين وصحفيين فالجميع في دائرة الاستهداف الصهيونية احصائية ضحايا الاعتداءات الصهيونية خلال العام الماضي تعيد الى الاذهان مشاهد الدمار الذي حلى بمدينة غزة وضواحيها اوائل شهر ايار حين شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا قالت انه رد على مقتل عدد من جنودها واسفر العدوان عن مقتل 25 فلسطينيا واصابة 154 بجروح بحسب ارقام وزارة الصحة الفلسطينية وتبقى مساعي الاحتلال الصهيوني حتيثة في تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية منذ عام 2008 واسكات صوت هذه المقاومة ولو بسفك المزيد من دماء الفلسطينيين